كثير من الكلام يذهب ولا يعود مرة تانية يذهب من مين؟ يذهب من الناس كتير جدا وإطلاق الكلام على علاته وإطلاق أحيانا تحليلات على عواهنها وما تلاقيش تفسير يعني يقول لكيه معقولة يا جماعة تاني صندوق النقد لأ هو تالت صندوق النقد هو مش تاني ولا حاجة ده كده موضوع صندوق النقد ده معناها إن احنا كده خلاص بقى بالسلامة معقول طب هو ليه مش بالسلامة فأول تعاون لنا مع صندوق النقد سنة 16 أو تاني تعاون لنا مع صندوق النقد سنة 20 بالعكس احنا تعاوننا مع صندوق النقد في 16 كان جايت جدا في 20 كان جايت جدا وتعاوننا الحالي هيبقى أجود وبالمناسبة ده مش كلامنا وتاني هتيجي تقول لي إذن هو كلام البنك المركزي ووزارة المالية ومجلس الوزراء هقول لك بص كل كلام الناس دي رائع ومهم وحلو وكويس إنك أنت تفهمه ونهض نشرحه سوا لكن إذا كنت بتحب إنك تسمع كلام المؤسسات الدولية يعني عاوز تسمع مثلا رأي صندوق النقد نفسه عايز تسمع رأي البنك الدولي عايز تسمع رأي ايكونومست عايز تسمع رأي ستاندرد أمبورز عايز تسمع رأي مين تاي عايز تسمع رأي أي مؤسسة دولية هحكي لك أرأهم بما يرضي الله وبالنص اللي هم قايلينه حلو؟ طيب ومش بالضرورة بالمناسبة أو بالأدق مين اللي قال إنه التعاون مع صندوق النقد يساوي يساوي إنه تحصل لك أزمة اقتصادية مين اللي قال لك كده؟ شوف اللي هيقول لك كده يمكن تكون سمعت الكلام ده في وقت قديم وأصلهم قالولي وأنا قلت لهم وأنا بقالي بحارب معاهم بقالي كذا سنة سيبك بس من الكلام ده اللي مش عاوز يتعامل مع صندوق النقد رافض الشفافية في التعامل مع المجتمع الدولي اقتصاديا رافض الشفافية طيب ورافض الشفافية ليه؟ يعني رافض تبقى الأمور واضحة وشفافة قدام دول العالم لو أنا رافضت الشفافية ده معنى إيه؟ يعني لو افترضنا أننا وإنت شرك وجيت قلت لي طالما إحنا هنتشارك أنا عايز أشوف الملفات وأوراقك وحساباتك وإنت كمان تطلع على الشروط بتاعت الشركة بتاعتي ونتفق صح؟ حلو لو أنا جيت قلت لك لأ إنت قل لي شروطك وأنا هوافق أو هرفض بس ما لكش دعوة بالدفاتر والحسابات أول حاجة أنت هتقول هالي إيه؟ لأ كده بقى فيه في الأمور أمور مش عاوزنا تطلع على ده فترك وحساباتك فيه في الأمور أمور فروح أنا جيل بقيت أصدقائي أو شركاء الصغيرين أقول لهم إيه بقى في حالتني هنا المواطن صندوق النقد ده وحش جدا وأنا مش عاوز أتعامل معه عشان وحش جدا صندوق النقد ده هو اللي أنقذ كوريا الجنوبية وخلها كوريا الجنوبية اللي احنا بنستورد منها عربيات وتلفزيونات وتليفونات ومكان وهلوم مجر وهو اللي أنقذ تايلاند وهو اللي أنقذ اندونيسيا وهو اللي أنقذ البرازيل اللي هي واحدة من العشرين الكبر واللي محققه في سنة من سنوات أعلى فوق التجارية في العالم طب الله يعني صندوق النقد ما كانش وحش مع البرازيل ولا كان وحش مع تايلاند ولا مع اندونيسيا الله ولا وحش مع كوريا الجنوبية الوحش وحش يعني فيه فرق كبير ما بين انك تاخد الفلوس وتجيب بيها الشاي والسكر والزيت وفيه فرق انك تاخد الفلوس وتستثمرها وتعمل بيها إصلاحات حقيقية هنتكلم باستفادة بالمناسبة على صندوق النقد على الموافقة على القرد على برنامج الإصلاح الاقتصادي تاني بقى هاجي يقولك هنا وليست شروط الصندوق ما بيحط الشروط عشان برضو تبقى فاهم يعني ما فيه شروط ملزمة هو بيجي يقولك أنا عايز أعرف انت نوي على ايه فين برنامجك فانت تعرض البرنامج وانت فكر صندوق النقد ده انت بتروح وتقوله سلامه عليكم اديني مليار فاقولك اتفضل اديني اتنين اديني عشرة اديني نص اتفضل لا هو بيجي يقولك هو انت نوي على ايه لو نوي تاخد الفلوس وانبعزق أنا آسف ليه هو صندوق بيسلف يعني لازم لازم فلوسه ترجع طيب بيسلف بفايدة كبيرة لا بفايد متدنية جدا فلازم يبقى ضامن ضامن ان انت عندك قدرة على السداد لانه زي ما بيدي لك فلوس بيدي غيرك فلوس طيب يبقى لازم يضمن ان فلوسه راجعة فعشان يضمن ان فلوسه راجعة بيجي يقولك طب ما تيجي نتشارك الرؤى في الاصلاح الاقتصادي بتاعك انت عندك برنامج ولا لا لو ما عندكش برنامج كده بيخيط قالك ألف سلام لو عندك برنامج يقولك تعالي نعود نقرأ سوا دي اللي بيسموها مفاوضات مع صندوق النقد نقرأ البرنامج سوا ونساعد بعض فيه فبيبقى رأي الصندوق استشاري غير ملزم في النهاية خالص الحساب هو الفايصل بتدفع الفلوس ولا بتدفعش الفلوس بتدفع القصة بتدفعش القصة بس كده